انا بحب دايما ناخد من الاسئلة بتاعة الجمهور اللي بتيجي اكتر من مع مسأل سؤال مباشر يعني بس هو اللي علاقة بالجهاز المعاون لحظه كانت جاد فترة كده قاله كابتن حسام عايز يغير الجهاز المعاون كابتن حسام مش عاجبه الجهاز اللي معاه كابتن حسام عايز جهاز اهلاوي بس كانت ده اللي كان بيتقيل فعلاً فابتن حسام عنده مشاتل وفنفس الوقت كل ما بنلاحظ او بنسمع مسلاً من الجهاز المعاون ان لأ ده كابتن حسام بيكلف كابتن فلان بكذا وكابتن حسام بتكلف فلان بكذا ان يشوفوا ماشات او يتابعوا العيبه او اي ح Adv اقول لحاجة حاجة بالنسبة للموضوع الجهاز أي سمعت الأول ولا لا؟ أه طبعا كتير طبعا خلينا نكلم برضو منطقية للجهاز أنا ما جيت ما اخترتش كل الجهاز في ناس كانت موجودة أو مترشحة لأننا نحن عارفين تفاصيل تولي المنتخب واختيار موديل فاني كانت خلت وقته تقال أسماء مرة تقال حسام مرة تقال أسماء تانية تقال ثلاثة أربع أسماء فأثناء الوقت ده المسؤولين كانوا اكتدوا وحطوا أسماء معينة وفي أسماء تانية أنا ما جيت قلت لأ لازم الأسماء دي تبقى موجودة معايا وأنا بشتغل بيهم ما بشتغلش من غيرهم وتقبلت الأسماء اللي كانت مرشحة تانية على الأساس كان سألت ويمكن أنا سألتك يعني أنت بتواجه لي سؤالك ده أنا سألتك على أحد الأشخاص وأنت أشدتي يعني حصل ولو حصلت أنا سألتك على أحد الأشخاص وأنت أشدتي بالشخص داوت فتأكدت أنهما الأشخاص ذو الكويسين فوافقت لأنه لو كان فيه غير كده لأنه سألتك وسألت أخرين كتير جدا وتأكدت أن الأشخاص ذو الكويسين فبالتالي وفقت على أنهم يبقوا موجودين لكن مش كل الجاس أنا كنت مختاره خدنا وقت شوية في مفهوم يعني فكرة حسام البادري وأسطوب حسام البادري ده وارد يعني وارد وارد طبيعي ولنا طلبه خدنا وقت شوية في نفس الوقت ما تيجي تقولي خلافات ما أحترامل للجميع أنا لن أقبل أن كلمة تتقال خلافات بيني وبين حد في جهاز مش مش يعني مش عنطرة مني ولا كده لكن أنا مش عنطرة مني ما أقولك يعني أو قوه مني لكن ما ينفعش النتيجة تقولي أن فيه خلاف بيني وبين واحد أولا رأيه هو اللي بيمشي ورأيه هو اللي بيتقال وإسلوبه هو اللي بيمشي فلو فيه خلاف بيني وبين واحد وكده مش هيبقى موجود وصدقيني يعني أنا برضه عشان أشيدي يعني سواء اللجنة الخماسية طبعا أنا بوضح للناس سواء اللجنة الخماسية عشان أنا فيه لو كنت بقول فيه سلبيات في بعض الوقت وكده لا أنا بقول برضه سواء اللجنة الخماسية أو اللجنة السلسية اتقلي في العهدين لو في عاوز تغير الجهاز الفني احنا مستعدين يعني عشان ابقى صادق يعني رغم ان اقول يعني اللابنة القموسية فكرت فكرت لا فكرتش ان انا نغير لكن انا كنت مدي نفسي لا ما اتحرقتش خالص سدالي اتعرض اه اتفضل انا يعني قلت لو ما حصلتش انسجام وكده حيبا فيه تغيير لو فيه فهم الاسلوب حسام البادري وطريقتي وكده واللي يخدم المنتخب ما فيش مشكلة الناس كلها متعاونة الناس كلها حصل طبعا يعني فعلا خلال الفتر اللي فاتت فهم وخلاص بقى كل واحدة بس انا ما اتفردش عليك كده يعني انت ما اخترتش في بعض الناس لا اه بالزبط لا لا ما اتفردش عليها لا 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 عشان نبقى بنصف طارق وايما اتفردش لقيتهم اشخاص مميزة جدا طبعا طبعا يعني لازم يبقى اهل وزمالك يعني لازم يبقى اهل وزمالك يعني مثلا حضرتك كامتن حسام البادري اهل يعني لأ حقول لحيك حاجة خلينا نتكلم خلينا خلينا نتكلم اقول لحيك حاجة لو انا لو قرار مثلا لو قرار المنتخب ده او لما اتخذ مثلا اتقال انا ما عرفش لو فيه مدرب تاني انا ما عرفش كل واحد ده فكر خاص لو كان اتقال من البداية حسام البادري وانت اللي تختار وانت اللي تختار انا استحركوا التحامل لحتة التوازن بتاع الاهل وزمالك لكن يمكن ظروف اللي حصلت في اختيار المدرب وعرض اسماء كتيرة والفترة الزمنية وخلاص بقت قدام الرأي العام قضية كل يوم بتبعها وفيها احتمالات كتير جدا فانا اعتقد ان لو انت بتتولي المسؤولية الادارية في الوقت ده لابد ان انت تعملي توازن من الاهل والزمالك طبعا لان خلاص الموضوع بقى ايه فيه هل ييجي ده فلان ولا فلان تبدأ انتماءته كذا تبدأ ابيض ده احمر ده لا ده اجنابي فلازم في الوقت ده تعملي توازن اي لو اجنابي مش هكلمه اوي لا لا وده مش هكلمه اوي وفي نفس الوقت انا بقولك لو انا انا كحسام الادار لو جامل بداية كانت قال حسام البدري ما كنتش عابوس لتوازنات خالص طيب كبتر حسام لو انت عرضك بتختار الجهاز ماشي تمام وانت اللي بتختار كل الناس ومن البداية تم اختيار حسام البدري فاتقال يعني مين من المدربين اللي من خارج الاهلي او الزمالي اللي ممكن يشتغل مع حسام البدري اللي ممكن حسام البدري يديهم فرصة ان هما يشتغلوا من اللي هما بيعجبوا حسام البدري كفكر وممكن يشتغلوا يكونوا مدربين ضمن الجهاز لا هو طبعا يعني فيه كتير بس هتلاقيهم برضو اهل وزمالك اه يعني همون بيضربوا المصري اه بالزبط يعني هتلاقي هتلاقي كتير هتلاقي كتير كويسين لكن هتلاقيهم برضو بيضربوا عندها تاني لكن معظمهم هتلاقيهم اهل وزمالك